وأوقات كتير بيكون مثلاً الموضوع آه يعني بيكون فيه مشروع جباز وبعدين بيحصل حاجة أو ما بيتمش لسبب من الأسباب سبب يرجع لي أو يرجع له أو يرجع التايمك بتاع الموضوع أو لحاجة تانية أو لعوامل تانية فأنا بقول دي حاجة بتاعت ربنا مواصفات لا مواصفات طبعاً مش هقول مواصفات ليه وفتاة الأحلام والكلام ده لأ يعني لازم أحبكي واحد مثلاً أفترض كده لازم أحب أنا ما بعرفش أتجاوز بالورق أو الألم أحب أحبك وعايز أتجاوزك بس عن شرط واحد يسيبي التمثيل أنا شايفة أنه هو لو بيحبني مش هيقولي كده يعني مش هيبقى لأنه اللي بيفكر بالطريقة دي هيبقى حد مش مناسب ليا أنا على فكرة ممكن يسيب التمثيل بكرة بس أكون ده قراري لأني لو عملت ده وهو مش قرار نابع من جواي وأنا مقتنع بيه حندم بعد كده ومش حبقى سعيدة ولو أنا مش سعيدة مش هعرف أسعيده فهي لازم يعني ما ينفعش الطلب ده كده بالشكل ده بس أنا لو اقتنعت وحب الحياة دي أكتر وحب الإنسان ده أكتر وسعيدة مع أكتر ممكن أعمل كده أو مش عشان حد ممكن أنا الوحدي أخد القرار ده وقول أنا عايزة بعد أنا خلاص مش عايزة يعني يعني مفتاح العاخة العاطفية في إيد الراجل ولا إيد الست؟ لأ أيديهم هما الاتنين هي حاجة كده ما بين اتنين هي كيمستري لازم تحصل أنا بشوف كده يعني ما فيش حد واحد بس يعني في تفاعل يعني ما بين الاتنين إنه دايماً بيبقى فيه فاعل ورد فاعل بيبقى فيه يعني لو واحد بيحبه التاني ما بيحبش مش هتمشي لو ما فيش تفاهم لو حد مرتاح وحد مش مرتاح يعني فيه راحة نفسية دي مهمة جداً فيه مواصفات وخلي بالك أنا شايفة إنه يعني هي المواصفات الحلوة في الراجل قلت قوي يعني قل وجودها بقت شيء نادر لو حبيتي واحد وخانك مرة واحدة مثلاً ممكن تعملي إيه؟ لا طبعاً مش هكمل معي يعني مش ممكن تسامحي لو خانك مرة واقالك أنا آسف ولدت وحقك علاجة؟ مش عارفة متهيقليش يعني لا متهيقلي صعب ما تحطيتش قوي في الموقف بس لا متهيقلي صعب هي تبقى حاجة حتبوز يعني بعد كده يعني حتبوز الثقة حتبوز حتى لو عدت بيبقى فيه شيء مهم جداً بيكسر يعني لأنه الثقة دي لازم يعني يازم بيقى فيه سفة أكتر شيء ممكن أو أكتر السفة ممكن تكرهيها في أي راجل تهيلي الشر يعني أنا بالنسبالي تصيبة والحنم يعني لو حد يعني بتشرير كده ومؤذي يعني ممكن تبقى دي أكتر سفة طبعاً فيه سفات تانية كتير ترجمة نانسي قنقر